اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة والقاء بيجمعني بحضراتكم في برنامجكم مع الناس برنامج نتابع فيه كل قراء الناس ومقترحاتهم ومشكلاتهم ازاي كمان نقدر نتغلب على اي مشكلة بتواجهكم واكيد ان شاء الله بالتعاون مع الجهات المعنية هنجد حلول لهذه المشكلات نهاردة حلقتنا عن التكافل الاجتماعي واللي بيكون نواة صلبة الحقيقة لمجتمع قوي متكامل في هذه الفترة للحديث عن دور التكافل الاجتماعي في النهوض بالمجتمع هتدور حلقتنا النهاردة من برنامجكم مع الناس تابعونا في حلقة جديدة من مع الناس رجعنا لكم من جديد بجدد التحية بحضراتكم ونبدأ فقرتنا الحوارية عن دور التكافل الاجتماعي في النهوض بالمجتمع وللحديث عن هذا الأمر مشرفني إلى أستاذ الدكتورة سامية خضرة أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة إن شمس أهلا بيك فانا أهلا بحضراتكم نورانا ومشرفانا وشكرا لتلبية حضرتك أهلا بدينا خليك بداية عايزين نتعرف من حضرتك ونعرف أستاذ المشاهدين كده نبزة تعريفية عن أهمية التكافل الاجتماعي بالنسبة للفرض والمجتمع طبعا أمر مهم جدا جدا خصوصا نحن نسبة زيادة السكانية كل ما ده بالزيد مع أن أنا من يوم فتحت عناية هما بيحاولوا أن هما يعالجوا هذا الموضوع طبعا النسبة كبيرة جدا جدا وأحيانا بيبقى فيه كمان إنجاب كتير فبتبقى محتاجين فعلا أننا نهتم بكل الطبقات سواء يعني خاصة البسطاء لأنه يعني من حقهم علينا أن احنا نهتم بهم فموضوع التكافل الاجتماعي ده حاجة مهمة طبعا وشايفين أن الرئيس الحقيقة مهتم جدا جدا بحياة كريمة وبيروح الكرة والنجوة والأماكن البعيدة حتى عن القاهرة فده حاجة يعني رائعة وده طبعا بنعكس بعد كده على الدولة كلها وعلى المؤسسات والبركة فيكم طبعا أنتم بعملوا توعية غير طبيعية يعني فأنتوا طبعا ليكم مكانة كبيرة جدا جدا في عملية التوعية والترشيد وأنك تبصر الآخر بالموضوع ده فده حاجة جميلة والحقيقة يعني احنا لازم يعني نقول لكوه شكرا على كل المجهود اللي بتعملوا حقيقة شكرا أفضل كمان عايز عرف يعني إزاي بيعزز التكافل الاجتماعي بقى العلاقات بين الناس في ظل المجهودات المبزولة بقى في على فكرة أم برح كنت باشوف كده كنت باشوف مائدة رمضان في مصر طبعا زمي اللي استحنا كل من نتكلم رمضان في مصر حاجة تاني ده حقيقي يعني وبنشوف يعني الحقيقة أماكن بتبقى فيها الموائد غير طبيعية ودي حتى الواحد أنا قاعدة في البيت بتفرج بيأثر قوي قوي في نفس الإنسان وفي نفس المجموعة كلها فدي حاجة يعني الحقيقة يعني حاجة جميلة ومنشتق إليها كل شهر على فكرة يعني رمضان أصالة وصوم وتكافل إنما الحاجات البسيطة دي اللي حاضرك بتقول عليها بتخلي الإنسان الإنسان حقيقي لأنه بيقولوا إيه يعني فعلا يعني الدنيا من غير الناس متين ناس صحيح فالإنسان للإنسان بتبقى محتاج حدي طبطب عليك محتاج يقول لك محتاج يقول لك أساعدك وهكذا فالحقيقة دي عملية تشجيع للتكافل الاجتماعي والاهتمام بالآخر وخصوصا البسطاء وده حاجة مهمة جدا بس أنا عايزة مع الاهتمام بهؤلاء البسطاء لازم نقول لهم طفل طفلين ونقفل علشان كان زمان وإحنا أطفال حتى في المدرسة يجبوا لنا برطقان يقول لك أشوف نحنقطح أربعة تربع ربع الأب ربع الأم ربع الطفل أول ربع طفل تاني ما يهمناش بقى بنتين ولدين ما يهمناش فده علمنا من الصغر من أيام ما كنا في المدرس أنه اتنين كفاية لإحنا لسه غاية النهاردة بنقولها فده حاجة يعني محتاجين نحنا نهتم بيها ونشير إليها لكن طبعا حضرتك تطرقتي لنقطة أهمة جدا وهي إزاي نصل لوعي الناس بالطريقة الصحيحة على حملية التكافل الاجتماعي يعني الناس هم كمان اللي يتجاوبوا مع هذه المجهودات المبزولة من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومشابه للوصول للدعم المستحقي ووصول الاهتمام المستحقي الاهتمام إزاي الناس تقدر تتعاون في ده من وجهة الرجال دي حاجة مهمة جدا نحن شايفين حتى الغارمات الرئيس عفع عنهم وخرجهم غارمات السيدات قالت لك أنا كنت بجهز بنتي أنا كنت بجهز العروسة وبعدين لا ده الراجل بر حتى قال لك مش برده السيدات بس والرجال أيضا فده دي كلها طبعا تكافل وده صحيح هنقول إذا كافل وكرامة ومساهمات ومساعدات وتنوير بس أعتقد أن احنا محتاجين أكتر وأكتر لأنه برده بيقعوا في المشكلة وفي الإشكالية ونرجع نقول طب إزاي وبعدين زي ما حضرك برده بتشير التكافل مش بس فلوس لكن بنطبطب على الآخر صحيح بنقول له إحنا موجودين إحنا معاك إحنا حنساعدك وحنساعدك بطريقة تخليك أنت تساعد نفسك حنساعدك بطريقة تخليك أنت تكتشف الطريق السليم يعني في كل الحاجات دي البرامج بتعت حضراتك طبعا ده ده فوق الوصف الممتازة يعني بتخلي الناس تفهم وتعرف أن يعني مش الموضوع أن أنا لازم أجيب بشكل أو بآخر الملابس الفلانية والطبعا أجيب مش عفا سالون بشكل وإيه أبدا أبدا صدقني حضرتك أنا أقول لك أنا عشت في فرنسا كنت لسا أقول لك مناسة أبار اليوم في فرنسا مدة طويلة يعني فكنت أتعاجب لما أدخل عند يعني صاحب الأمارة نفسه و ألاقي صفرة غيرة خالصة أهم حاجة بقى عليها ورد ورد طبيعي وبعدين الدنيا مضيفة ما فيش زحمة ما فيش زحمة يعني يدو بكري الصالون بسيط طبعا هما لما بيجوا لقوا عندنا الصالون المذهب والحاجات دي يتحكوا والتقيل وكبير يتحكوا جدا جدا يعني يقولوا أنتم بتعملوا إيه بجد بالنسبة لهم يعني الحاجة غريبة نعم نعم وإحنا وزي ما برضو حضرتك أعرف دلوقتي الست بتشتغل فبتبقى ما عندهاش الوقت أنها تشيله وتحطه بكلام ده كله لازم أن نبتحس دلوقتي عن البساطة البساطة في الحياة البساطة في البيت نعم مهم جدا أن ثقافتنا تتغير في أمور كثيرة للتعاون كمان مع المجهودات اللي احنا بنسكرها حكة الثقافة دي بقى حاجة مهمة جدا جدا سأزينك اسمحينا نخرج لفصل ونرجع نستكمل حوارنا مرة تانية فصل سريع ونرجع مرة تانية تفضلوا بالبقاءة معنا حدثنا عن التكافل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية والاهتمام بكل يعني الأسر وكل طواب يعني طبقات الشعب المختلفة كلميني عن إزاي بيشمل هذا التكافل كل طبقات الشعب وإزاي يشمل كل جوانب الحياة الخاصة والعمل طبعا هو فيه دلوقتي بنشوف إنه عند ناسة معينة بيدوا بطاقات للتموين بشكل يعني بس طبعا مدروس يعني البوسطة أقزى بنقول اللي عندهم مثلا أولاد زيادة اللي هو ما يقدرش إنه هو يصرف عليهم فالحقيقة الدولة بتحاول بتحاول يكون يعني بطاقات تموين بيقدروا أنهم يتغذوا بطريقة معينة بتديهم برضو حاجات كده طبعا في رمضان وكذا أنا عايزة أقول إنه في بعض الدول زي إنجلترا بيدوهم وكفاءات عشان ينجبوا عشان في قلة كثافة مش عايزين أقول لك أنا وبعدين على فكرة ما بيخيبوش أولاد من أول سنة ولا تاني سنة يقول لك لما نوعد ونشوف ونسافر ونتفسح يعني الحياة بهجة هي ثقافات حياتية مختلفة وهي دي يعني اختلاف ثقافات الشعوب ممكن إن إحنا نشوف تجربة جيدة ونحاول نستقطبها أو حتى إن إحنا نخطف منه حاجة صغيرة صحيح بيش حنقول والحاجات والزوار الجميلة اللي يعني تعزز من إمكانياتنا العادات والتقاليد المعقولة قوي اللي تخلينا ما نقولش بقى لا ده أنا جبت ولد لازم نجيب بنت ده أنا جبت بنت لازم أجيب ولد ده أنا جبت بنت لازم أجيب ولد ما فيش ما يفعش يعني عملوا على فكرة بره في الخارج عملوا أبحاث كتيرا جدا إزاي جيبوا بنت إزاي جيبوا ولد لا دي مش هتم ما تنفعش كتير عملوا كده وبعد الدولة المتقدمة جدا هو سر إلهي ده مش موجود طبعا طبعا فيعني أنا كمان بطمن اللي هما يقول لك لا لا إحنا المرادة وبس أصلا أنا عايزة بنت لا يا أستاذ وأقول تاني وبقولها كتير إنه الأطفال دول مش شوية فراخ هنرملهم شوية أمح أو فول أو لا أبدا ده عايزة أنك تتابع وعايزة أنك تتبطب وعايزة لما يكبر شوية تشوف التوجهات وإيه ولما بيقى مراهق بيمشي مع مين وبيقلد مين وهكذا لا الموضوع معقد شرفتين ونورتين شكرا مرة وزي ما حلقت قلتك رمضان في مصر حاجة تاني شكرا موصول لحضراتكم بنأمل حلقتنا هتكوننا لاتعجبكم دائما على وعد لقاءات متجددة من برنامجكم مع الناس تحيات أسرة البرنامج وتحياتي أحمد مدورة إلى اللقاء اشتركوا في القناة